أهلا أهلا الحيء الحال قد غدت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صالي صالي نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر يوم من تحضيرات رمضان بغيت نشارك معاكم هاد التدابير ووش حضرت وكيفاش فوتنا هادك اليوم هنا كان عندي هاد البرودوي نسيت باش نوريه لكم نقع في التحضيرات بساعة أنا دايما راني نخدم بيك ها كان نكون عند المواعين ونغسل المواعين نخدم بكثريتها نغسلو به المواعين تاع الاينوكس تاع الحديدات والكيكوتات المغارف يلمحهم رجحهم يشعلوا يشعلوا هاده هو البرودوي دايما لازم تشريه تستغليه ماما في هاده رمضان باش المواعين تواعك دايما يبقوا انقايا ويشعلوا هو مليح كتريتها للسوالح تاع الاينوكس كيما ها يدير فان تساميل حتى نصورها لكم وخليه لكم في اخر الفيديو تشوفوا الصورة تاعها اللي بغا تشريه تلقوه عند مواد الليبي ومواد التنظيف تلقوه يتباع كيما هاكا تغسلي به معين ما يضرش في اليدين مليح الرائحة تاعه كيما رائحة الليمون وهاديكا تدبيره وليكا عكا دايما خليه في المطبخ دي عكا يغسلي به المواعين تواعك كتريتها هاده وتاع الاينوكس تاع الحديد كل الشو المغارف ينقيهم غاية وهنا واش روح الدرد كنت تاني عندي الفلفلها كنت شويتها هي والجوال حار كيما هاكا ديك الفلفلها طليتها بالزيت باش بالخفض طعب لي تن شوالي كنت درتها في الفرن انشوات كيما هاكا وغادي نديلها في صاشي كيما هكتا بلاستيك ونخليها حتى كي تبرد عد النكيها ونشوفو كيفاش حضرتها احنا بعد اللي نكيتها قطحتها هاكا بطول هي وهدك الجوال حار الجوال الحار درتها في بوغتمونجي واحدة والفلفلتاني درتها واحدها ضفت عليهم شوية تاع زيت زيت مشي زيتون كيما هاكا وحطيهم غير تحت في التلاجة تاعك وخليهم هاكا دير عليهم الزيت باش ما يخسروا لكش وغطي العلبة تاعك وحطيهم في التلاجة هنا نروحولو اللحوم كيفاش نحضروا اللحوم كان عندي هذا اللحم تاع الخارف اللحم الخارف احنا نخدم بغير في التاجين تاجين الجلبانة اللوبيا اللوبيا خضرة للتواجين برك ديري كل مورسو واحدة في ساشي وديري في ساشي وكتبي في الساشي تاعك هادا لحم خارف باش من بعد ما تضليش تتحوسي كيما هاكا نخلوه تقلع تاني منها البلاسة اللي تلقي فيها الشحامو كي عقلع مرسو يتصغر خليهم للحريرة للشوربة للفريك كيما هاكا باش يبال لك في المجمد تاعك وديري فيه علبة او لحاجة باش يبال وتكتبي فيه تاني هادا لحم كدا اهنا نروحو للكفتالة فيونداشي كيما هاكا هادي فيونداشي فريم شي كونجلي لحم البقري هاديك الكميه بصامي لشتو اهنا تجي بي دي ساشي كيما هاكا ونقلع هاكا شحم المرسو نخليه يالا خدمنا بيه المتوم بوليت ولا خدمنا في البوليت ولا خدمنا في البوليت كله اهنا لما عندكش ليغو ما لقيتش كيفاش ترفدي اللحمة تاعك كيما هاكا ونقلع في اللحمة تاعك باش متمسيش بيدك كيما هاكا ونقلع دي مورسو كيما هاكا نقلع ديها كيما هاكا ديترانج لا تدير لكش لابplace في الكونجيلاتير ودوب تاني بالخف بالخف الدوب لك انا ما نتبلش اللحمة تاعي لا تجاج للكفتالة حاجه مرة تساكوا عندن ندروا تتبيه لكفتالة نجبد الوقت الذي نريد أن نجبد نجبد الصاشية نكملها ونرى كيف لا يدين الوقت لا يدينك كورات ونجبك الوقت لا يدينك بالخف لا تلاحظ لا يدينك الحم يدينك هذا الطريق لا يوجد القوم نجبك نجبك المصطدلات أو مربعات هناك الكمية كاملة أربعة أو خمس قطة نكملها بالنسبة لكمية يجب أن تضيفه في المجمد مثلا نجاج أو شيء إذا كنت تريد طحن أو شيء يجب أن تضيفه مثلا في الليل أو الصباح و يجب أن تضيفه و يجب أن تضيفه في المجمد لكي لا يجب أن تضيفه الرائحة يجب أن تضيفه يجب ان تضيفه لكي لا يجب أن تضيفه منتضيفه لكي بكي بفتر لن fatto الآن على السكالوب نحضر الكفتاء تضيفه و أشجر أسكالوب سكالوب لكي أتبع أن نجاح قامت بفضل الى الطبية اضيطان تنجد من قطع موجودة تكريبا ثم نضيف مجمد أكبر نضع اللحم البيضاء في علبة واحدهم والحمراء ثاني نضعهم في علبة واحدهم ونكتب فيهم قال هذه اللحم بيضاء وهذه اللحم الحمراء بش ما تتخلطيش ما تضليش تحوسي كما هكا نضعهم قطع قطع هكا حسب أفراد الأسرة نتمنى لعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والتعليقات الشابين كما تماما وان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا وما تنسوش دعاء وقراءة القرآن هنا نروحوا للدجاج تاعي هادي كما نقول احنا يا هادوك الجناحات الرقبة هادو قاعد نديرهم في صاشية واحدهم نخلوهم هكا كاش حريرة ولا حاجة نجبدوهم ولي كويس هادوك تاني نديرهم وحدهم اختلا خلا نبغون نحشوهم ولا نعمرهم هكا ولا تاني نلقوهم هما وحدهم بجيها كما لونش نحوسوا عليهم وراهم نديرهم مع بعض ولي مورسو تاع صدر الدجاج تاني نقسموهم نبغو تاني نطحنو ولا نقلعو مورسو كما هكا هاكا ولا نطيبو به تاني كاش طاجين ولا حاجة تاني نلقوه واجد ولا نديرهم في الفرن تاني كل واحد نديرهم لها ننصيب تاعه كما هكا كل حاجة نديرها وهنا الدجاج كنت تغسلته مليح مليح بالملح والخل والليمون ونقيته وخليتها قطر مليح من هذا كل ما تنشوف لي عاد نبدأ نديرها في صاشية كما لكم تلاحظوا كل مورسو نديرها في جهة هادي هي طريقتي وهنا ندير في علبة كما هكا اللحم الحمراء وحدها والبيضاء وحدها وهنا العجين المورقة تاني غيلا نحط لكم فيديو عليها قطرش الفيديو جاني طويل بزاف خدمتها تاني في البيت وجدتها كما لكم تلاحظوا ونديرها في الموج المجمد ولا التلاجة ولا دوك كي نبغي نخدم بها نلقاها حاضرة واجدة غيلا نديركم الفيديو واحدة بالتفصيل ونوريكم واش خدمت بها ان شاء الله ومع السلامة على الفيديو القادم وهذا هو البرودوي اللي قلت لكم علي اني صورتها لكم لبعض تشري تلقوا عند اللي بيع ومواد التنظيف يدير خمسة وعشرين الفمليح حقا ينقي وما يدرك شفية ديك شوفوا انا كستفديت منها قلت نشارككم تشوفوا ومع السلامة رمضان كريم شوفوا ومع السلامة رمضان كريم اشتركوا في القناة